نكمل إن شاء الله اليوم على الارب بروتوكول كنا وقفنا في المحاضرة الأخيرة عند الكاش تيبل قلنا إنو في عنا مور انترية بالكاش تيبل أثر دان أثر دان البرتوكول أدرس مع المابين مع الهاردوير أدرس والتايم أود الآن في حالة إنو كان في عنا برضو نذكركم بس تذكير بالمعلومات قلنا في عنا فيلز موجودة بالستيت لكل انتري ما بين ريزولد وفري وبيندين قلنا فكرة الريزولد إنو بيكون عنا أوريدي الإي بي أدرس ريزولد هذا معناها معنى هذا الكلام إنو ريزولد أي إنو بيكون يعني بعث أوريدي ريكوست وموجود عنده الريبلاي اللي هو الهاردوير أدرس الفري طبعا إنو الانتري available for use وبيندين معناها إنو we send a request لإي بي أدرس معين and we are waiting for the reply الآن بالنسبة للأتمتز حكينا إنو once we send a request we set attempt to one وراح نشوف لقدامي شوية إنو في كل مرة يعني بنبعث الريكوست وما بيجينا ريبلاي we may do retransmit لهاي الريكوست في حالة الكيو إذا كان عنا pending state يعني بعثنا request وبعدين هاي الريكوست أو بعثنا request وكان في عنا الباكت اللي should be sent فبهاي الحالة بنحط هاي الباكت اللي هي الIP باكت فيه queue وهاي اللي queue نتبهوا قلنا المرة الماضية إنو this is a queue number وليس the number of packets داخل الكيو الآن في هيك حالة رح يصير في عنا مجموعة من الIP packets داخل الكيو once we get a reply رح ناخذ هاي الباكت كلياتها اللي موجودة داخل الIP داخل الكيو اللي هي الIP packets ونعمل لها transmit هذا الكلام ممكن إنو نشوفه بالتفصيل من خلال what's called الARP components اللي هي موجودة داخل اللي هي موجودة في الARP software في عنا ثري مين components output module و input module و cache control الآن بتلاحظوا إنو لو أخذنا الكيس الأولى اللي هو إذا كان في عندي IP packet الIP packet طبعا زي ما قلنا جاية من الIP layer وبدنا يعني نزلها على data link layer to build frame header الآن زي ما قلنا أول شيء الIP protocol will handle it will hand it to the ARP protocol داخل الARP protocol اللي رح يستلمها هو output module الآن output module رح ياخذ هاي الباكت ويعمل check في الكاش تابل لاحظوا الoutput module إلو access عالكاش تابل الكاش تابل هو تبع الARP اللي كنا نحكي عنه قبل شوي الآن في عنا ثري كيس كيس نمبر ون إنه الIP packet هاي نشوف طبعا ال destination IP address فيها كيس نمبر ون إنه نلاقي ال IP address داخل الكاش تابل as a protocol address وبنفس الوقت نلاقي الماك أدرس تابعه it means إنه الكيس ريزولد إذن فعليا we will take the destination IP address وندور عليه في الكاش تابل if the state is resolved معناها إنه الهاردوير آدرس أفيلابل في هاي الحالة ال output module رح ياخذ ال IP packet وديريكت لي يعطيها لل data link layer بهاي الحال لأنه طبعا متوفر عنا ال هاردوير هدرس هون لاحظوا في هيك حالة ما في داعي نبعث ARP request لأنه already يعني منفترض إنه already بعثين request وجاي reply وموجود عنا الهاردوير آدرس لأن case number two إذا أخذنا destination IP address وعملنا search داخل الكاش تابل وجدنا هذا ال IP address موجود بالكاش تابل لكن ال state تاعته كانت pending it means إنه already في request انبعثت لهذا ال IP address ولكن لسه ما وصلت ال reply طيب في هيك حالة we cannot send ال IP packet to the data link layer or pass it اللي راح نساوي راح ناخذ ال IP packet زي ما تشايفين هون and queue it في queue رقم مثلا لو كان هذا هو ال IP address اللي we are looking for معناته راح نروح على ال queue number 14 و نضع ال packet داخل هاي ال queue assume this is queue number 14 so we'll take the IP packet and put it in the queue ليش لأنه منستنى لحد ما تيجي شو ال ARP reply اوكي اوكي طيب الآن الكيس الثالثة إنه ال IP packet هاي نفتح ال destination IP address تبعها دور على ال IP address في الكاش تابل ما نلاقي يعني الكيس زي هاي إنه وجدنا ما وجدنا لا ال IP address لا وجدنا ب RESOLVE STATE ولا BENDING STATE إذن الآن راح ناخذ هذا ال IP address تمام ونسجله في كاش تابل نحط ال STATE BENDING لأنه راح نبعث REQUEST الآن ونحط ال ATTEMPT 1 طيب شو نسوي في ال IP packet ونحطها في queue and we create a queue برقم معين إذن الحال الثالثة إنه ما يكون ال IP address يعني this is the first time we communicate with the destination So زي ما قلنا أول شيء بناخذ ال IP packet we create a queue طبعا أول شيء we create entry بالكاش تابل and put queue number إلها رقم مثلا عشرة عشرين ثلاثين We take the IP packet queue it Enqueue the packet داخل هاي الكيو ناخذ ال IP address من سجله في الكاش تابل and we send ARP request لاحظوا المسؤول عن sending ال ARP request هو ال Output Module وإيش نعمل؟ نعمل ال ATTEMPT 1 يعني this is the first time we send a request لأنه ممكن نعمل الهريه Transmission بعد شوية الآن هذا شغل ال Output Module إذا نرجع يعني في عندك سلايد يلخص هذا الكلام مرة ثانية لكم يعني تقرؤوه نرجع مرة ثانية قلنا Resolve We send it directly to the data link layer Pending We just enqueue the packet على أساس أنه already في request مبعوثة بس قاعدين منستنى في ال Reply للسمائجات If there is no entry It means you know this is the first time we communicate with the destination قلنا We create entry بالكاش تابل We put ال IP address داخل هذا الكاش تابل ومنخلي ال Entry تابعه ال State Pending We set ال Attempt 1 because we will send a request for 1 for the first time So ال Attempt 1 و We create a queue ومنعطيها رقم في الكاش تابل ومناخذ ال IP bucket and Enqueue it داخل هاي الكيو الآن إذا يجينا نتفرج على ال Input Module شو وضيبته ال Input Module بتلاحظوا هو بيشتغل مع ال Data Link Layer يعني For Incoming Information الآن لما يوصل من ال Data Link Layer يوصل Ethernet Frame ونشيل الهدر تابعه ونتفرج على ال Type تابع ال Ethernet Frame ونلاقي IP of type ARP احنا اتفقنا انه ال Type في ال Ethernet Frame Header قد يكون بيعني انه ال Payload اللي داخل الفريم should go to the IP protocol or it should it's an ARP packet regardless request or reply وshould be delivered لمين لل ARP protocol إذا إذا ال Data Link Layer وجد انه الفريم عبارة عن ARP packet معناته رح يعطيها لمين رح يعطيها للإمبوت module اللي هي الكيس هاي إذن إذا وصلت ARP packet من Data Link Layer هيعطيها لمن قلنا هي هو من داخل Ethernet Frame يعني هيعطيها للARP protocol Sender IP Address الآن We will take the Sender IP Address along with the Sender Hardware Address ونروح على الكاش تابل نبدأ بالSender IP Address إذا وجدنا في الكاش تابل هذا ال IP Address موجود وال State Pending معناها في request مبعثت والآن we are waiting for the reply اللي إجت الآن وبالتالي رح نأخذ ال Hardware Address اللي هو Sender Hardware Address ونسجله داخل الكاش تابل طيب شو بنعمل بهذه الحالة ال State كانت Pending الآن رح تصير ال State Resolve طيب أول شغلة إذن ال Input Module عمل ال State Resolve الشغلة الثانية الآن إنه رح يروح على الكيو لاحظ الآن إذا كانت ال State فرضا Pending تمام فرح يروح على هذا ال IP Address اللي وجده الآن اللي هو جاي بال ARP packet ويسجل Sender Hardware Address مقابله طيب ال State كانت Pending الآن رح يحول هالا result طيب شو رح يساوي الآن رح يروح على Time Out and Set the Time Out شو يعني set the Time Out يعني الآن بدو يعتبر إنه نعطي زي Lifetime for this entry بيعتمد طبعا what's the initial value for the time out let's say 1000 seconds إذن رح أبدأ ب 1000 seconds رح أبدأ ب 1000 seconds and set it as a time out الآن هذا Lifetime يعني قديش ممكن يضل هذا entry داخل الكاش table طيب إيش كمان رح نساوي رح نيجي على ال queue اللي already موجودة نمبر مثلا save 14 ونبدأ الآن نعمل dequeuing لل IP packets لأن إحنا already بعثين request وبالتالي كل IP packets we cannot send them لأن ملسا اللي بيبدأ يعمل dequeue لل IP packets اللي موجودات عند ال queue number 14 و send them out أو pass them to data link layer مع الhardware address اللي الآن إجعنا طيب شغلة ثانية ممكن يعمل هال input module الآن إجع على الكاش table وجد ال IP address في حالة pending فقلنا ضاف الhardware address طيب إذا إجع ال IP address ولقى في حالة result يعني already الhardware address موجود والآن إجعني packet let's say it's a request من ال other machine الآن هاي ال other machine لما تبعث request زي ما بنعرف بيكون فيها sender hardware address والsender IP address الآن أنا already مثلا let's say I send a request and I get a reply earlier وبالتالي already result اللي بيساوي الآن input module داخل الARP software إنه برجع بعمل update مرة ثانية للإنتري يعني بمعنى آخر إذا حتى لو كان result just in case ممكن يكون إنه يعني صار فيه مثلا renewing لل IP address فهو بيستفيد من ال hardware address لهذا ال IP حتى لو كان already result فبعمل just an update على هذا ال entry حتى لو كان result طيب شو نوع ال update اللي بعمله أول شي بيسجل الماك address تمام بعمل عليه override وبنفس الوقت reset the time out يعني 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 افرض انه كنت انا مثلا وصل في ال cache table 100 مثلا seconds فبالتالي الآن ممكن انه ارجع عمله reset to 1000 الآن المعلومة for future يعني الآن طالما انه اجا rp request معناها رح يوصلوا بعد شوي ip packet من هذا source طبعا متوقع اني اعمل مثلا انا communication مع هذا source رح احتاج من host a مثلا هذا اللي بعث لي rp request رح احتاج its hardware address بعد شوي فبالتالي باستفيد من المعلومة انه بدل ما انا ابطر لما بدي اعمل مع communication ابعث rp request لأحصل hardware address I can take the hardware address مباشرة من rp request واستفيد منها كيف يعني استفيد منها رح اجي على free entry اسجل السندر ip address with sender hardware address and set time out لاحظوا الان ما في عندي ip buckets في queue وانما I just added this entry بال cache table for future use بحيث انه في المستقبل اذا بتواصل مع هذا ip address I already have hardware address and I don't need to send rp request مرة ثانية لو اجينا نتفرج على input module قلنا عندنا three cases لما توصل rp packet طبعا rp packet اللي رح توصل قد تكون request or reply so be careful انه لما توصل request قد تكون request or reply قلنا على جميع الاحوال we will check the cache table سواء كانت request or reply لكن بيضل عندنا شغلة أخيرة لازم نعملها انه واذا وجدنا طبعا هذا الاشي قلنا من operation field او ال type of the rp packet if it's a request معناته مطلوب من input module to send rp reply if it's a reply معناته فقط we need to update the cache table وليل مرة ثانية اذا وصلت عندنا rp packet regardless it's a request or reply we will check the cache table if the state is pending for this sender ip address قلنا we just update معناته اكيد this is a reply so we just update the cache table we set it to result and set the time out وقلنا اذا في عندنا اي packets في ip packets في queue we dequeue them if the state already resolved قلنا بس بنعمل update على entry and reset the time out if there is no entry at all قلنا we create entry ومباشرة من حط state result and set the time out اخر شغلة we check the type of the ARB packet if it is a request we should send ARB reply for it اذا جينا على الكاش controller هذا هذا وظيفته انه تمين الكاش table طبعا راح يركز هذا الكاش كنترول على شغلتين انه يشوف الاتمت ويشوف التايم out لكل entry طبعا بده يشوف التايم out على اساس اذا انتهى التايم out لانتري معين I should remove this entry اذا المسؤول على انه to remove entry from the cash table هو الكاش control module الشغل الثانية it will check the attempt اذا وجد انه مثلا صرنا بعثين اربعة خمسة مرات request وما في اي reply في كل مرة I visit the cash table I check the pending state اذا وجد لسه ما اجا reply the cash control شو رح يعمل will send لاحظ our request so this is not the first our request we send اول our request بتكون عن طريق ال output module for this ip packet الان الكاش control افرض انه حاط زي timer يعني will visit the cash table let's say every 10 seconds معناها after 10 seconds بشيك على هذا pending entry اذا وجدت انه still مافي hardware address الو i resend a new our request and increment the attempt y y one by one for بصير انه i send مثلا two our requests for now 10 seconds later if still in the pending state i check the attempt هل وصلت ل maximum maximum رح يكون بالنسبة لنا يعني برضو by the admin set like the time out let's say we have 10 attempts maximum فلو وصل عند attempt number 10 لما يجي الان بيعمل check على attempt إذا كانت وصلت 9 بعمل لها increment by 1 إذن إذا معنى ذلك إنه وصلنا لل maximum إذن we just give up يعني خلاص معناته صرنا يعني بعثين up to 9 times ال arp request وما في أي reply so we just remove the entry إذن الكاش control وظيفته هو إنه to maintain the cash table زي ما قلنا بيزوره لهذا الكاش table every certain period or time وبيشيك على كل entry داخل الكاش table كل ال entries ال entry اللي بيكون free we do nothing قلنا if pending we increment the attempt إذا وصلت ال attempt after we incremented أصبحت greater than the max the maximum number of attempts we just free the entry يعني خلاص we give up لكن إذا عملنا له increment والرقم كان أقل من maximum ومعنى ذلك we send more our request طبعا already عملنا increment if the state is resolved we just decrement the time out يعني أنا كان فرضا time out 1000 when when visit the cash table after 10 seconds معناته لازم أنزل time out ل 990 seconds next time I visit the cash table I find the state result كنت آخر مرة 990 الآن إجيت على هذا الانتري بعد 10 seconds so we decremented by 10 فبصير 980 وهكذا طبعا في اللحظة اللي time out بصير أقل أو يساوي zero معنى ذلك we free the entry يعني life time لهذا الانتري انتهى الآن هيك بيكون انتهى عندنا chapter تاع الارب protocol الآن على موضوع الكاش table أنا كنت يعني بعطي الأمثلة على نفس هذا الكاش table ونقول مثلا انه اذا اجا packet وكانت الstate تاعتها pending or result هل packet اجت من data link layer واللي راح تكون عبارة عن r request or reply او اذا قلنا كان عندنا IP packet جاي من IP layer كيف يتعامل مع ها output module وضربنا مثال كان يمر على هاي الانتريز one by one طيب حتى يعني to practice more تقدر ترجع للكتاب في عندك more examples بالكتاب على هذا الموضوع شبيهة بهذا الexamble اللي اشتغلنا هون واتحاول to check your understanding لهذا الموضوع بانك تجرب تشوف يعطيك scenario يعطيك cash table يعطيك IP bucket مثلا جاية من IP layer أو يعطيك R packet جاية من data link layer وبيطلب منك انك تعمل update على cache table وanything needs to be updated زي مثلا الq to enq packet or dq packet فهذا برضو يعني يفضل انك تحاول ترجع لهذا الexamble وتجرب تشتغل عليه شغلة اخيرة مع نهاية هذا الشابتر احنا قلنا انه رح يكون في عنا مجموعة من الassignments والquizzes في المادة فطبيعة الassignments اللي رح نعملهم ان شاء الله رح يكونوا related للوير shark وبالتالي خلال هذا الاسبوع ان شاء الله رح انزل لكم اول اشي عبارة عن simple tutorial how to install الوير shark which is يعني available for free اللي ما تعامل مع الوير shark قبل هيك رح يلاقي يعني tutorial بسيطة introduction عن الوير shark كيف ينزله وكيف يشغله كيف يقرأ المعلومات اللي بداخله as a tool وبنفس الوقت رح ننزل اول assignment related للوير shark ورح تكون على ال ARP protocol اللي الان انهينا ورح نعطيكم وقت ان شاء الله كافي لها بحيث انه تعملوا لها submission على ال e learning الان على ال e learning رح يكون في deadline التسليم فقط على e learning بعد ما ينتهي deadline ما في تسليم يعني ما في late submission ولا في submission by email يعني اي شيء بيجي بعد deadline سواء كان request for submission ما رح يعني يكون في late submission او انه يعني الطالب لحاله يفترض انه بيقدر يعمل submission ويروح يبعث by email كل هاي الكيسز يعني ما رح يستفيد منها الطالب فبفترض منكم انه تعملوا submission عن طريق e-learning وتنتبهوا لل deadline وما يكون التسليم يعني قبل دقائق من انتهاء deadline ويصير بعدين مشاكل الانترنت ومشاكل ال upload ومشاكل ال delay والكلام هذا اللي احنا بالعادة يعني ممكن انه يواجهنا يعني بكل سهولة في اي سؤال قبل ما ننتقل على next chapter عدنا مدك تسأل دكتور بس السؤالين هم عن المادة قبل شوية اللي خذناها هو الاشي نعم دكتور output module هو يعني هذه module هي عبارة عن يعني hardware component نصرف عنها ولا لا لا تمام تمام كمل سؤالك hardware or software والله مثلا هذه بالnetwork layer او بالdatalink جدا تمام تمام الآن فعليا هذا عبارة عن software program يعني زي ما قلنا احنا من الان R protocol as a protocol is implemented في IP layer فلذلك هو زي زي أي protocol آخر زي IP protocol زي TCB protocol فعليا it's a program يعني فعليا هذا R component الموجود عندنا هون هو أصلا موجود بالكتاب لو فرضا الطالب يعني دخل على هذا الكورس بعد ما خلص مثلا مادة network programming فممكن نطلب منه انه هو يبني ال ARB هو اللي يبني ال ARB خلينا نقول protocol يعني بيتبرمج زي زي كأنك تكتب program هذا البروغرام له input وإله output فبصير انه بياخذ input هذا البروغرام انه بيعمل access لل buffer تبع ال ARB يعني بيكون زي ما بتقول في message passing system بين ال IP protocol وال ARB protocol فال packet اللي generated by the IP protocol هاي ال IP packet بتنحط ب buffer هذا ال ARB protocol بيعمل access على هذا buffer اللي بيعمل له access هو output module يعني هذول عبارة عن three زي ما تقول threads أو three programs داخل ARB software بيعمل access على buffer تبع السystem وبيقرأ الان طبعا بيقرأ من header اللي هو destination IP address again بيكون فيه كمان program running to receive الب packet اللي بتكون موجودة مثلا passed by the data link layer في ال buffer بياخذها من ال buffer اللي بيكون يعني shared بين data link layer وال ARB protocol وبيعمل لها processing يعني بيفتحها وبيقرأها زي كأنه نعمل كيف انت لما تعمل مثلا في programming بتجي بتعمل open file وبتصير تعمل parsing وتقرأ فيه هون نفس المبدأ you open buffer وبتبدأ تقرأ ال values اللي بداخله وتاخذ action بيكون طبعا مبرمج ال action حسب يعني كيف مكتوب ال program هذا ف it's a software موجود داخل يعني part of the operating system زي زي IP protocol ال software وغيره نعم دكتور سؤال ثاني عشان assignment لما استعمل الوارج shark هل فيه tool معين عشان نبعث فيه ARP requests طبعا طبعا الآن اللي رح يصير انه فعليا انت ك user you don't send ARP request يعني by yourself as admin or as a user فعليا هو system لحاله انت رح يكون عندك زي IP packet تمام فانت لما تتواصل مع أي machine for the first time system لحاله تمام زي ما قلنا قبل شوي انت رح تحضر IP packet وبدأ تبعثها الآن لحاله انت شغلك كله على application layer بلعان ال packet تاعتك كapplication message رح تنزل على مثلا UDP or TCP تتغلف وبعدين تنزل على IP protocol حيصير IP packet فكله داخل السystem انت ما رح تجنريت ARP request or يعني receive by yourself ARP reply كله هذا بينعمل في lower layers انت as user في application layer فقط انت يتريجر السystem انه يبعث ARP request ففعليا انت على wire shark في اللحظة اللي انت you are communicating زي لما تفتح browser وبدك مثلا تروح على صفحة معينة وتcontact a server for the first time ويكون مثلا ما عندك mac address تبع هذا local server أو ما عندك mac address تبع local router أو default router تبعك راح تلاقي على wire shark هو اول حالة automatically راح يطلع ARP request ويستقبل ARP reply فانت بتشوف request على wire shark لكن يعني من هذا لكن انت فعليا you will not send it by yourself نعم مضحط فهذا راح تشوفه من خلال messages اللي بتظهر لك على wire shark ان شاء الله ان شاء الله اعطيك هو راح يكون practice انه الواحد يعني يفهم مبدأ عمل ARP protocol protocol عالواقع ان شاء الله في اي اسئلة قبل ما نطلع من chapter ARP protocol طيب الان راح ننتقل على ICMP protocol وفي ICMP protocol راح نتكلم عن messages في ICMP it's called internet control message protocol طبيعة ICMP protocol it will send what's called ICMP messages وهي ICMP messages هي فعليا عبارة عن خلينا نقول feedback من السystem على something happened على مثلا الراوتر أو على destination إذا بتتذكروا كنا بال المادة السابقة مرات نقول الراوتر بعمل drop للباكت إذا وصل TTL value zero وقلنا وقتها and it sends error message هاي error message اللي بيبعثها لل original source فعليا هي ICMP message it's called ICMP error message كنا بتتذكروا مرات نقول إنه في حالة source routing إذا كان strict وصلت لراوتر والراوتر عمل لها drop ما حققت ال conditions اللي موجودة في strict source routing فقلنا بيعمل drop للباكت وبيبعث error message هاي error message هي ICMP error message ففي عنا مجموعة أنواع على error messages رح نتفرج عليهم ICMP protocol الشغلة الثانية اللي كمان بيعملها ICMP protocol اللي هو إن نستعرض مع بعض two popular tools تستخدم في networking بكثرة اللي هي pink tool وال trace route tool الآن فعليا هاي التول تستخدم ICMP messages لذلك جزء من ICMP messages مش كلها دايما عبارة عن error messages رح يكون جزء منها what's called query messages يعني عبارة عن request وreply بنسميها ICMP request وفيه بيجي مقابلها ICMP reply رح نشوف كيف الping program بيستخدم ICMP echo request and echo reply رح نشوف كيف بيستخدم بعض أنواع ICMP messages to get its work done فهاي طبيعة هذا chapter راح نتفرج على ICMP protocol زي ما قلنا أي protocol لما ندرسه نحاول to see what's the unit of communication which is the ICMP message نحاول نفهم الفيلز اللي بداخل ها وإذا في أي timing issues related لل triggering متى نبعث ICMP message برضو we will look at where is the ICMP protocol it's again in the network layer إذا نحن الآن لسه في network layer شفنا IP protocol شفنا R protocol والآن نريد ICMP protocol ورح نشوف كمان لقدام شوي ال IGMP protocol الآن ICMP protocol زي ما أنتم شايفين موجود في نفس network layer لاحظوا أنه بنرسم فعليا أو بنحط ه structure في ال stack above the IP protocol مع أنه الاثنين طبعا كfunctionality within the network layer الآن ICMP message اللي بدنا نبعث ها عادة زي ما قلنا قبل شوي الراوتر بده يبعث ICMP error message لل original source فعليا هاي الICMP message رح تعامل معاملة زي كإنها TCP or UDP packet يعني رح ناخذ الICMP message نحط ها داخل IP packet ونبني IP header ونبعث IP packet لهذا الoriginal source شو بداخلها بداخلها error message اسمها ICMP إذا بتذكروا لما كنا نتكلم في IP header كان في عندنا protocol type هذا protocol type بداخله هذا field اللي هو protocol type بداخله number هذا النمبر قلنا لما نقرأه بنعرف مين هو upper protocol اللي we should handle hand the packet to فإذا وجدنا زي ما بنعرف بالعادة إنه الرقم هذا اللي في type تبع الheader الprotocol type إذا كان UDP الرقم للUDB بتروح البacket للUDB protocol إذا كانت رقم بيعني TCB بتروح البacket للTCB الآن بدنا كمان نعمل check قد يكون هذا الرقم للICMP which is one usually فإذا كانت الprotocol type field equal one it means إنه this packet it's IP packet it has inside it ICMP message فلاحظوا إنه الIP بيطلع على ICMP والUDB والTCB as upper protocol يعني بياخذ البacket لما يستلمها وبيعطيها للupper protocol فبيبين الICMP زي كإنه upper protocol للIP protocol وهذا اللي خلانا يعني نحطه بالطريقة هاي إنه كstructure في الستاك هو فعليا بيجي on top of الIP لأنه رح ناخذ البacket ونعمل لها encapsulation جو IP بس من ناحية functionality it's part of the network layer مرة ثانية الICMP message رح تصير كإنها عبارة عن payload بالنسبة للIP packet فرح نبني IP header طبعا البacket كاملة رح تنزل وتنحط بframe exactly زي كإن we are generating يعني we are encapsulating TCP or UDP packet الآن من ناحية messages رح نتفرج اليوم على error messages عادة we call them error reporting messages ولاحقا نشوف query messages قلت قبل شوي أنه error messages تنبعث إذا صار في عنا مشكلة معينة على router أو host وهذول رح نستعرض هم الآن بس لاحظوا منسمي هذا النوع من messages error reporting الآن في فرق بين كلمة error reporting و error correction لما نقول reporting معناها إن ICMB will send error message just to report to the original sender إن في صار مشكلة بس ما بيتوقع أو ما بيستنى to correct the problem it's not part of the ICMB protocol to correct the error so it's just error detection we call it يعني ICMB إذا عنا system detect an error زي مثلا الرouter detect an error TTL مثلا value وصلت zero we consider this as an error error so we just report to original sender إن في عنا TTL value وصلت zero لهاي البacket الآن مش مطلوب يعني as part of the ICMB protocol مش مطلوب من sender to correct this error إنه مثلا يعمل resend لهاي البacket إذا تفكروا بالTCB protocol اللي رح نتفرج عليه بالمادة لقدام هو بيشتغل عم ابدأ error correction يعني إذا فرضا ما وصلني for example acknowledgement معناها بعتبر إنه البacket مثلا get lost وبالتالي بعمل correction لهذا الإرر إني بعمل retransmission للTCB segment so we correct the error لكن هون في ICMP we just report إنه في error صار it's up to the original sender الآن to correct the error or not يعني ممكن إنه الoriginal sender يكون على application layer يكون مثلا عامل إنه يضيف زي reliable reliability أو يضيف مثلا extra work داخل الapplication layer بحيث إنه إذا فرضا يجاني error معين I I try to handle it and do something فبالتالي it's up to the receiver of this error message to correct the error or not لكن وظيفة ICMP just to report the errors query النوع الثاني راح نتكلم عنه لاحقا اللي سمينا query messages واللي قلنا راح نشوف عليه أمثلة في program very popular uses ICMP query messages اللي هو ping program نبدأ بالerror messages أو بالأول نتفرج على general format لأي ICMP message سواء كانت error message or query message وبعدين نبدأ نفصل بالerror messages in general أي ICMP message it has a header which is 8 bytes هذول أول 8 bytes لاحظة طبعا طريقة التقسيم هون كل field إما بيكون عبارة عن 1 byte or 2 bytes ففي عنا 4 bytes في السطر الأول و4 bytes في السطر الثاني اللي هو اسمه rest of the header هذول 8 bytes بنعتبرهم ICMP header وبعد ICMP header بيجي عنا what's called ICMP data اللي هو data section أو payload الآن اللي صير إنه الheader هذا أول 4 bytes منه they are common سواء كانت message هي error message or query message يعني سواء كانت error message ولا query message دائما منلاقي field اسمه type وcode وcheck sum رح نحكي عنه الآن الآن الأربعة بايتس المتبقية بالheader هاي بتعتمد مرات على نوع المسج يعني بعض أنواع error messages بيستخدموا الرست of the header بطريقة معينة وبعضهم بيستخدموه ما بيستخدموه بالمرة so it's set to all zeros في الكويري message يستخدم بطريقة مختلفة ففعليا بغض النظر شو نوع المسج المستخدمة في عنا 8 bytes total للheader أربعة منهم common سواء كانت error or query message والأربعة الثانيات بيستخدموه حسب type of the message الtype هو بيحدد نوع المسج يعني إذا كانت error message what type of error messages راح نشوف أنواع للerror messages الكود بيفصل مرات الtype يعني فرضا منحدد أنه مثلا عنا error related للtime فمنحكي مثلا أنه of type مثلا time exceeded راح نتكلم عنه بعد شوي as error message طيب إيش الآن الerror اللي صار بالtiming بيجي الكود الآن وبيفسر بع سبيل المثال في عنا نوعين مثلا من errors ممكن تصير related للtiming الأولى إنه TTL توصل 0 وممكن كمان نوع ثاني من errors related للtiming إذا بتتذكروا معي بالnetworks كنا لما نقول لازم يكون في عنا time إذا انتهى الوقت هذا وما وصلوا كل الفragments within certain amount of time we discard all fragments لأنه ما اكتملوا فمعناته في error صار هون إنه انتهى time نسمي reassembly timer وما وصل كل الفragments again we drop the fragments and send error message again of type time بس الكود الآن رح يميز إنه this is related to ttl value ولا related to reassembly timer فهذا الكود رح نتكلم عنه لقدام بأنواع مختلفة الcheck sum زي وزي الcheck sum اللي شفنا مثلا في الip header بيعمل check بس ما بيركز فقط على الheader وإنما بيعمل check sum ل ic amb bucket كاملة يعني header زائد data لأن رح نبدأ بالerror messages وتحديدا في error message أول شغلة رح نبدأ فيها إنه شو نحط في data section تبع error message كل error messages اللي رح نتفرج عليهم اليوم كلهم فيهم نفس النوع من الinformation اللي موجودة في data section واللي هي simply عبارة عن reporting عن ip packet اللي صار عليها مشكلة الآن الheader لكل error message رح نتفرج عليه بالتفصيل لكن شو من حط داخل error message تبعت icmp فعليا منحط معلومات عن من عن ip packet اللي صار عليها error يعني قلنا قبل شوي مثال إذا وصلت ip packet زي هيك assume we received ip data gram الآن افترضوا انها received by a router الراوتر استلم ip data gram نعرف ip data gram موجود فيها ip header وموجود فيها data section الآن وصلت هاي ip data gram let's say من يعني اسهل انواع errors اللي احنا familiar معه انه وجدنا في ip header انه ttl value after we decremented it وصلنا لزيرو so we dropped the packet هاي received ip data gram because of ttl الان we want to generate icmp error message لمين لهاي ip packet معناته شو بدنا نحط في data section bar بدنا نحط معلومات عن ip packet اللي we just dropped اللي يعني فيها error اللي بنعتبر طيب شو المعلومات اللي نحط ها لاحظوا رح نبني الان ip packet تذكروا ip packet فيها جزئين ip header و فيها icmp header وفيها icmp data section ال icmp header طبعا بنبني بالطريقة الاعتيادية يعني بنعبي هذول الفيلد حسب الفورمات تبعت icmp type و في payload part أو icmp data لاحظوا شو عامل شو حط هاي هي icmp packet اللي we just built بننا لها icmp header وال icmp data part هذا لاحظوا شو حطينا فيه حطينا فيه معلومات عن من عن ib packet اللي we just dropped شو المعلومات اللي حطينا ها أخذنا ال ib header تبع ib packet اللي احنا received ومثلا ttl فيها وصل zero وعملنا لها drop بناخذ ib header تبعها زائد أول 8 bytes من data section حسنا نتبه أي ib packet فيها ib header وفيها payload أو data part شو أخذنا أخذنا ib header كامل نزلنا وأخذنا أول 8 bytes بتيجي مباشرة بعد ib header واتبرناهم هدول هما l-icmb data section هذا اللي موجود عندنا هون اللي هو l-icmb data هاي سميناها l-icmb data طيب طبعا رح نحكي بعد شوي ليش l-eight bytes هذول أخذناهم الآن رح ناخذ l-icmb packet كاملة الآن which has header and data section اللي هو بداخله l-ip header زائد 8 bytes رح ناخذها كاملة الآن هاي وننزلها على l-ip protocol فتذكروا الآن رح ناخذ هاي l-ip bucket كاملة l-icmb bucket كاملة including l-icmb header وال-icmb data ونعمل لها encapsulation جو ip header هاي الرسمة اللي هو l-icmb bucket نحط جو ip data gram هاي نفس الرسمة هاي هاي l-icmb message كاملة اللي هي جزئين الآن icmb header زائد icmb data نزلناها كاملة as ip data وبنينا لها ip header جديد لاحظوا هذا هو l-ip header الجديد اللي بنينا إذا ننتبهوا الآن صار ما بدنا يعني نلخبط بينهم l-ip header الأول اللي هو inside the icmp error message هذا عبارة عن l-ip header تبع l-ip bucket اللي عملنا لها drop بس نبعث عنها معلومات لل original source وال-ip header هذا اللي بنينيه جديد بعد ما حطينا l-ip packet داخل ip packet or ip data gram هذا ال-header اللي في معلومات كيف packet توصل لل original source طبعا يعني أهم two fields في l-ip header هذا رح يكون sender اللي يعمل drop لل packet بيحط l-ip address تبعه as a source بنفس الوقت رح يحط l-destination ip address اللي هو original sender تبع هاي l-ip packet اللي هو أصلا كان موجود هون as a source فرح نأخذ هذا l-ip address ونحط ه as a destination وبالتالي رح نبعث المسج هاي back ل original source اللي بعث أصلا هاي l-ip datagram نرجع مرة ثانية الى content اللي داخل l-ip data which is the ip header لما توصل الآن هاي البacket لل original sender اللي بعث هاي البacket وصار الها drop حيعرف من خلال المعلومات اللي داخل ال-icmp data which is the ip header هون رح يعرف البacket id تبع البacket اللي dropped رح يعرف لمين كانت رايحة من خلال destination ip address رح يشوف حاله as a source ورح يعرف معلومات إضافية موجودة بالهدر أهمها زي ما قلنا الآن اللي هو مين ال-destination اللي كانت رايحة إله شو ال-ip ال-id تبع هاي البacket في حال أنه أنا as a source بدي مثلا أحاول to re-transmit this id packet المفروض تكون أنا محتفظ مثلا في copy منها إذا على مستوى ال-application حاب أني مثلا أستفيد من هاي المعلومات بإمكاني أستفيد لمين كانت رايحة as a source as a destination host وال-id تبع هاي البacket طيب بتلاحظوا أنه فيه مناخذ أول 8 bytes من data section اللي بعد ال-IP header مباشرة حسا إذا ركزنا مضبوط في أي IP packet بنعرف أنه أصلا داخل هاي ال-IP packet رح يكون إما UDP أصلا user datagram مبعوثة أو TCP segment ومنعرف أنه لما تنزل UDP user datagram أو TCP segment as a complete message بدأت نحط جو ال-IP أول بدايتها بيكون عبارة يا عن UDP header يا TCP header فلذلك إحنا عمالنا بناخذ في ال-IP packet أول 8 bytes من data section هم فعليا هدول شو بمثلوا إما بمثلوا UDP header which is usually 8 bytes زي ما رح نشوف لقدام في المادة أو كأنه أخذنا أول 8 bytes من TCP header لأن TCP header أكبر من هيك كمان رح نشوف لقدام الآن فعليا اللي بعثنا بال-ICMP packet هو IP header وفعليا إما part of the TCP header plus or UDP header بالإضافة لل-IP header تبع original packet اللي صار الها drop طيب receiver side الآن قلنا بيستفيد من IP header إنه بيعرف مين ال-destination اللي كانت رايحة إله بس هو عرف الآن مين هو ال-host اللي رايحة إله لكن ما عرف لأي application كانت رايحة الآن فعليا أول 8 bytes في TCP header أو 8 bytes 7 UDP header فعليا بداخلها زي ما بنعرف source port number و destination port number so we can see على original source اللي استلم هاي ICMP packet راح يشوف مين هو port أو source أو application على original sender اللي كان باعث هاي الباكت وبنفس الوقت لأي application كانت رايحة عن طريق destination port number إذن فعليا وبهاي الحالة ممكن ال-ICMP يبعث زي signal لل-application إنه في packet dropped سواء كانت TCP packet أو UDP packet مع إيش هو ال-port number الخاص فيها إذن فعليا ال-content اللي داخل ال-ICMP data section هو عبارة عن معلومات عن ال-IP packet اللي عملنا لها drop هاي المعلومات زي ما قلنا including معلومات موجودة في ال-IP header تبعها زي ال-ID number تبع ال-IP packet destination IP address ومعلومات أخرى اللي هي بتمثل ال-8 bytes من data section اللي هي فعليا تمثل ال-header تبع TCP أو جزء من ال-header تبع TCP أو UDP header واللي هي فعليا قلنا بتمثل ال-source port number وال-destination port number إذن لاحظوا مرة ثانية to summarize في عنا two-headers الأول هو خاص في الباكت اللي صار لها drop وال-header الثاني هو ال-header اللي بنينا لما يجينا بدنا نبعث ال-ICMP باكت كامل في عنا بعض الاستثناءات اللي ما منبعث مقابلها ICMP error messages لاحظوا طبعا النقطة الأولى هون already discussed إنه أي ICMP message قلنا لمين ترجع لل-original source شو يعني لل-original source اللي هو ال-host اللي بعثها الآن في عنا بعض ال-exceptions اللي ما منبعث مقابلها ICMP error messages for example إذا عنا ICMP message زي هاي حطناها جو IP packet وبعثناها الآن إذا ال-IP packet هاي نفسها اللي carrying error صار عليها drop error يعني ما منبعث مقابلها error لأنه ندخل ب-infinite loop بصير error ينبعث ل-error تمام وال-original source اللي هو أصلا creating ICMP error message فقط فقط the first fragment إذا صار عليه error بنبعث ICMP error message for it other fragments other than the first fragment we don't send error message for each fragment شغلة ثالثة multicast datagram هاي رح نحكي عنها لقدام أنواع يعني الملتي cast بالضبط كيف بصير بس الفكرة الآن إنه if we have multicast datagram اللي هو عادة بيكون ال-destination تبعها multiple destinations again we don't send ICMP error message for it so فعليا ICMP message أو error message generated for unicast IP datagrams شغلة رابعة if the IP packet itself has special IP address زي local IP address أو all zeros برضو we don't send ICMP error message for it لأن original source هون رح يكون إما local machine itself أو رح يكون unknown IP address اللي بدنا نودي له لذلك هاي حالات حتى لو صار error على ال-datagram على IP datagram we don't send ICMP error message for it طيب شو أنواع ال-error messages اللي رح نغطيها طبعا في أنواع أخرى من ال-error messages موجودة في ال-ICMP أو ال-RFC تبعت ال-ICMP لكن فعليا يعني they are removed or canceled من ال-ICMP protocol يعني بطل supported or can be handled الآن من الخمس أنواع اللي عنا كونه الكتاب يعني شوي قديم لكن لا يزال يعني بيتكلم عن نفس ال-ICMP protocol اللي حنا بنستخدم الأيام هاي بس في صار update إنه لما نوصل إله رح نعلق على إنه هذا النوع من أنواع error messages اللي هو هو source sequence برضو recently has been dropped فهاي ال-error messages برضو is not supported anymore ففعليا اللي يعني can be handled by the original source أو by a router or host to generate ICMP error message هما الأنواع التالية destination unreachable message time exceeded message parameter problem message or redirection message طبعا رح نستعرض هم الخمسة كالتالي كل ICMP error message رح نرجع نتفرج على الهيدر تبعها ونتكلم عن الحالات اللي we have to generate هذا النوع من error messages أول نوع من سميه destination and reachable ومن اسمه destination and reachable يعني إذا الراوتر أو الهوست ما قدر to deliver the packet to its destination رح يعمل generation لهذا النوع من error messages طيب شو فيه بالهيدر في الtype 3 3 it means destination and reachable ICMP error message طيب الكود فيه بالكتاب more than هاي الكود بس هاي اللي هم الpopular ones الكود هون بيفسر ايش هو اللي بالضبط and reachable لما نحكي destination and reachable قد تكون network and reachable قد يكون الhost and reachable قد يكون application على الhost and reachable يعني we cannot reach it فلذلك بيجي الكود بيفسر ايش هو بالضبط اللي يعني couldn't reach or deliver the packet to اتذكروا دائما طبعا هون الـ ICMP header زي ما قلنا هو 8 bytes اول 4 bytes مستخدمة والاربع bytes المتبقية all zeros لانه fixed header فبالتالي دائما حاجزين 8 bytes الاربع bytes الاخرى مش مستخدمة فلذلك it's all zeros في هذا النوع من error messages طيب شو فيه داخل data section اتفقنا بيكون عنا معلومات عن received IP data gram اللي عملنا لها drop because it has error واللي هو اتفقنا عبارة عن IP header plus the first 8 bytes من data section part طيب شو الكودز اللي ممكن تكون عنا في حالة انه صار عنا destination unreachable let's take the first scenario اذا router استلم IP data gram وما قدر يعمل لها forwarding لا يعني اطلع على network address بالrouting table تابعه وما قدر يوصل ها للnext hub معناها الان هو couldn't reach the network اللي حسب الرouting table تابعه انه يعطيها للnext hub ممكن الnext hub down ممكن connectivity مع الnext hub not available فبالتالي ما قدر يعمل لها delivery للnet work اللي المفروض تروح إلها so شو رح يعمل الrauter بها الحال will drop the packet and send destination unreachable type 3 والcode تابعه 0 الoriginal sender الان لما يستلم هاي الب packet بيقدر يعرف طبعا من خلال لما نبني لها هاي IP header ونبعث رح يعرف مين هو الrauter اللي عمل لها drop وبنفس الوقت بيقدر شو سبب اللي drop إنه it couldn't be delivered لل network المناسبة الآن إذا كان الكود 1 معناها let's assume إنه الب packet وصلت للrauter والrauter وجد إنه الhost اللي بدي يعمل لها delivery موجود على network تاعته فمعناته بدي يعمل direct delivery لهذا الhost for some reason الrauter couldn't deliver the packet to the host يمكن مثلا كان بيحاول يحصل let's say the mac address for this host وبالتالي ما قدر يحصله قلنا مثلا زي قبل شوي كنا منحك عن rprequest حاول يحصل mac address لهذا الhost وما قدر معناه الpacket will not be delivered will be discarded معناته إذا ما قدر يوصل لهذا الhost for some reason زي واحد من الأمثلة الreason اللي حكينا الآن معنى ذلك إنه رح يبعث error message إنه الhost نفسه unreachable هدول الثنتين network unreachable host unreachable usually generated by a router طيب إذا وصلت الpacket للhost l-ip datagram وبعدين راحت على l-ip protocol إجا l-ip protocol فتحها اطلع على protocol type protocol type ولقى إنه مثلا should be delivered to the tcb protocol for some reason again the tcb protocol is not running يعني crashed ممكن طبعا عندك يعني في operating system صار في عندك crash زي أي program أو software ممكن إنه يعلق أو يعني ما يشتغل لسبب so let's say إنه البروتوكول نفسه ما كان running في اللحظة اللي أنا بدي أعطيه المعلومات اللي داخل ال-ip packet so the protocol now is not reachable could be udb protocol could be l-tcb protocol so شو مطلوب الآن من ال-host يعمل to generate ICMP packet يعني بطلب الآن ال-ip protocol من ال-ICMP protocol إنه إبعث ICMP error message of type protocol and reachable طبعا كلهم هذول منسميهم destination and reachable message طيب إفرض الآن طلعنا one more layer وصلت لل-host ال-ip protocol وجد el-tcb protocol running والأمور تمام أعطاها لل-tcb el-tcb فتح l-ip تفتح l-tcb header تطلع على port number destination port number إجا بده يعطيها لل-application المناسب تبع هذا port for some reason l-application crashed or not running معناها الآن el-tcb وجد أن el-port unreachable الآن again الآن el-tcb يعني as an operating system part of it له el-tcb رح يعمل trigger to the icmp protocol أن يبعث icmp error message التايbe تبعها الآن أن el-port unreachable يعني ما قدرنا نوصل لل-application طيب كمان one type of error messages تذكروا el-don't-fragment field في أي IP header في أن field كان اسم el-don't-fragment قلنا إذا وصلت ال-packet ال-IP datagram أو packet وصلت لل router وحتى يقدر يطلعها من outgoing interface على other network وجد أن el-don't-fragment field to one و it has to fragment the packet اتفقنا وقتها أن we drop the packet لأن we have to fragment the packet وعنا don't-fragment field set to one simply router شو بعمل drop لل packet شو ببعث مقابلها ICMP error message type تبعها three will code four تذكروا كمان source routing قلنا إذا ما كدرنا نكمل source routing زي strict source routing ما كدرنا نكمل routing بسبب condition معين زي مثلا router not in the list معنى ذلك راح يعمل drop router لل packet ومقابلها راح يبعث destination and reachable so هاي بعض أنواع error messages اللي could be generated because of destination نفسه not reachable شو يعني destination قلنا destination هذا قد يكون network قد يكون host قد يكون protocol قد يكون application source sequence message وهاي زي ما علقت قبل شوي إذا بترجع على RFC number 6633 بتلاقيهم أنهم يعني بتكلموا عنها not supported anymore فبالتالي لما يوصل لل original source ICMP source sequence message it will discard it الآن شو فكرة source sequence message by the way again زي ما تشايفين type 4 ما في لها يعني sub types or codes ودايما لأن error message بيكون فيها نفس المعلومات اللي بنشوف ها بالعادة بأي error message فكرتها الآن إنه إذا وصلت packet لراوتر or host destination host وكان congested يعني couldn't handle the packet because of congestion يعني البفر عنده full وما بيقدر to queue the packet to be handled وهذا إشي طبيعي يصير عند الراوتر كثير إنه get congested simply الراوتر رح يضط يعمل discard للبكت طبعا مقابل هذا الكلام it will send what's called source quench message شو يعني بيبعث message لل original source فعليا هو بيحكي له إنه I am congested وبالتالي بيتوقع من source to slow down بيسموها quench شو يعني مطلوب من source إنه زي فكرة TCP ليش الآن هذا not supported by TCP anymore لأنه TCP معروف إنه بيعمل إشي اسمه congestion control فإذا وجد إنه في congestion هو لحال ه بنزل لترانزميشن ريت الآن فعليا هاي شيء إنه لما يوصل لل source هاي النوع من المسج هو طبعا زي ما قلنا مش جزء من ICMP تكر إرور إنه تسلو down the source وإنما فقط السورس بإمكانه إنه يعني ياخذ action مقابل هذا الكونجسشن ويعمل مثلا decrease مثلا لترانزميشن ريت بس مرجع منقول it's up to the source to handle الترانزميشن ريت بالطريقة اللي بيشوفها مناسبة again this is not used anymore protocol زي TCP transport protocol it has its own congestion control mechanism رح نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في المادة لقدام time exceeded message بجوز هاي يعني the most popular one already ناقشنا فكرتها إذا صار عندي TTL value zero ببعث نوع من أنواع error messages بنسميه time exceeded message it's type 11 وإذا الفragments عندي ما وصلوا كلياتهم within certain amount of time اتفقنا we discard all the fragments and send again time exceeded message كيف من ميز time exceeded message type 11 عن بعض هدول التو سيناريوز قلنا بالكود فإذا الكود كان zero it means إن ال error because of TTL value reached zero وإذا الكود one معناها because the reassembly timer exceeded النوع اللي بعد هيك من أنواع error messages we call it parameter problem message parameter problem يعني في عنا problem معينة في الهيدر تبع الـ IP data gram طبعا الهيدر لأنه مجموعة fields فبالتالي منستخدم من من الأربع bytes المتبقية بالهيدر منستخدم منها ون بايت ويقول it pointer وهذا الpointer بيأشل على رقم ال byte number داخل الـ IP header اللي صار فيها error ف let's say إنه الـ IP header زي ما بنعرف أول byte في مثلا الـ IP version فإذا عندي أنا error في هذا الفيلد يعني I'm expecting مثلا version 4 وصلت version 6 error منسميه parameter problem error فبالتالي معناها أول byte معناته رح أسجل أنا بالpointer اللي هو byte number اللي هو 1 معناها إنه أول byte بالهيدر هي اللي فيها الـ error اللي هو إنه مثلا IP version is incorrect وبعث الـ type طبعا هذا النوع من errors في عنا 0 and 1 0 it means we have problem في الهيدر itself و1 it means إنه we have problem في option part تتذكروا أن الـ IP header عبارة عن standard header و options IP options اللي درسناهم سابقا فإذا في مثلا option وفي missing information في هذا option we can send again parameter problem message of type 12 والcode is 1 في هاي الحالة لما يكون الـ problem في الـ option we don't send يعني pointer value is not used ونستخدمها في حال error كان في standard header redirection message رح نحكي فكرتها والمرة القادمة نكمل على أعتقد يمكن هاي آخر نوع من error messages فخلينا نكمل error messages الآن في الدقائق المتبقية الان redirection message هي تصنف as error message لكن فعليا يعني the packet will not be dropped هذا الexception الوحيد من أنواع error messages في ICMP اللي will be generated بس بالمقابل the packet will not be dropped will be processed وبنبعث مقابل هاي الpacket error message طبعا هون هي فعليا it's not really error message هي غالبا يعني عبارة عن notification لل original source انو يعني to take care of this problem in the next time شوف فكرته assume the following انا اذا كنت مثلا host وبدي ابعث IP packet لا host b اذا كان معرف عندي originally default gateway تابعي هو r1 يعني لسه انا as a host i don't know انو في r2 can be used as a gateway also so my default gateway is r1 so if i have ip packet وعطيت r1 طبعا r1 بلاحظ انو هاي ال ip packet for efficient routing for efficient لاحظوا يعني مش غلط انو يعطيها لr1 لانو r1 ممكن يعطيها لr2 وبعدين الباكت توصل host b يعني ما في error هو فعليا احنا will try to make the routing more efficient فبالتالي router 1 بلاحظ انو a could use r2 as a default gateway اذا كان بده يبعث ل host زي b لانو b موجود على r2 يعني بدل ما r1 يضطر انو يعطي l-ip bucket r2 و r2 يعطيها لb كان ممكن افضل انو لو host a استخدم في routing table تبعه استخدم r2 as a default gateway by the way زي ما router عنده routing table again the host also has routing table بس routing table تبع الhost بنبنى بطريقة simple بيبدأ بdefault gateway as a next hub و اذا اجا من ال router ال local router اذا اجا what's called redirection message rm بيقدر يعمل update على routing table تبعه طبعا شو الupdate اللي بديو عمله الان الhost على routing table تبعه it will set r2 as a next hub if it has host b as a destination او حتى network كاملة تبعت host b as a destination اذا لاحظ الان host a صار عنده زي ما بحكو two routes عنده r1 as a default gateway وعنده r2 as a next hub اذا كان destination مسجل عنده بال routing table مثلا ال network او ip address b اللي اسميناه host specific اذا فعليا this is again it's redirection message it's considered error message لانو الراؤتر راح يخبر الhost انو اعمل update عندك بال table واستخدم r2 next time but for this time i will forward the packet for you اذا نلاحظ الب packet ما صار الhead drop ما صار الhead discard وانما راح ت لل router المناسب بس at the same time redirection message next time الان اذا اي بدو يتواصل مع بي فرح يستخدم r2 as a next hub طبعا كيف هذا الكلام بينعمله update داخل routing table تذكروا هذا الفقر شفنا سابقا قلنا في عندنا flags لتشير الى انه الانتري هذا كيف انضاف على table فاذا شفنا flag d معناها انه هذا الانتري اضيف for this destination عن طريق icmp redirection فبيكون عندنا flag d it means انه الانتري هذا اضيف عن طريق redirection message طيب اذا later on صار في عندنا مشكلة مثلا و r2 وجد better path لا a let's say انه مثلا r2 بطل يقدر يعمل مثلا forwarding وصار يضطر انه to get back to r1 او في other r3 host router يستخدم بدل r2 ممكن ينعمل update على الانتري يعني already الانتري created عن طريق redirection message بنلاقيهم بالrouting table تبع الhost الان شكل redirection message ايو عدنان خلينا نكمل بس هاي النقطة وبعدين افتح المجال للأسئلة redirection message شكلها زي اي error message الtybe تبع 5 وفي منها different codes different codes هاي بتعني انه redirection صار بسبب انه يعني بنوصلها لنتورك ولا source لhost specific زي ما قلنا قبل شوي انه قد يكون update because of انه اي شيء رايح لهاي النتورك استخدم r2 هذا رح يكون الtybe تبعه انه redirection for network specific اذا كان for host b تحديدا هذا الentry بتنضيفه فمنبعث redirection message ومنقول انه this is for host b مثلا يعني الip address تبعه اذا كان redirection لنتورك معينة والسبب هو type of service type of service يعني انه مثلا i have the path but i need مثلا this new path because it shorter يعني يعطيني او service معينة it's for reliability for bandwidth for delay فممكن يكون بسبب type of service معينة i need to change او اعمل redirection يعني to change the router فبرضه بحدد انه هل انا يعني for network معينة ولا for host السؤال الاخير اللي بيطرح نفسه كيف الان الهوست بده يعرف بال new address تبع هذا الراوتر احنا قلنا r1 رح يخبر a next time use r2 as a router as a next hub وين بده يحط الip address تبع r2 اللي بده يخبر فيه الhost رح يكون في second part من الheader لاحظوا الheader اول 4 bytes ثاب 3 ال4 bytes الثانية اللي هي الip address of the target router مين هو target router في السيناريو تبعنا هون هو r2 so r1 will let a know about الip address تبع r2 اللي تبي use next time من خلال icmp redirection message اللي بيكون بالheader فيها بالsecond part اللي هو 32 bits هاي الip address تبع هذا الroiter رح نوقف عند هذا الجزء إذا في أي أسئلة ممكن نسمعها اللي ما عنده أسئلة أو بحب يغادر برضو يعني ما أخذين إحنا منكم خمس دقائق زيادة تفضل عدنان دكتور icmp redirection message نستعمله بالrouting algorithms هو هذا الredirection message يستخدم فقط to update الrooting table على الhost حس الrooting table على الrooter نفسه they exchange اللي هو زي ما أنت قلت في عندنا routing algorithm خاص وفي عندنا protocol خاص to exchange messages يعني ما منستخدم الredirection message بين routers لاحظ هي دايما بين router وhost لأن بين routers رح يكون عندنا نوع ثاني من أنواع routing messages اللي رح ندرس هم بالتفصيل لما نيجي نتكلم مثلا عن protocol زي RIP protocol زي OSBF protocol رح يكون عندنا أنواع خاصة من routing messages to be exchanged بين routers to update routing table تبعهم أما هذه الredirection message هي حصريا معمولة to update routing table تبع الhost يعني فعليا الhost ما بيدخل ب exchanging messages لها علاقة بالrouting protocol يعني ما بيكون في RIP protocol running على الhost أو OSBF running على الhost نعم دائما البروتوكول الrouting protocol running على routers وبالتالي they exchange what we call routing messages أما الhost نفسه كيف طيب يعمل update للrouting table تبعه بيكون بمساعدة من local routers الموجودين على network تاعته واللي مثال عليهم router R1 الموجود على local network تبع host A كيف يعمل update عن طريق redirection message وضح دكتور أي سؤال استفسار لحد دكتور بس عن موضوع ARP لما أخذناها دكتور خليني بس أوقف المحاضرة عشان ولا إلو علاقة بالمادة سؤالك أنا أسأل عن NDP طيب أنا خليني أوقف المحاضرة عشان يعني تضلها ضمن الجزء اللي مطلوب بالمادة فقط مطلوب مطلوب شكرا